أزمة كوفيد تحديداً باناً في مشكلة جديرة في سوق العمل في العالم كله لعلاقة بلأطباء يعني كان في نقص في القدرة البشرية في الأطباء في العالم كله والعالم كله عانى من نقص الأطباء وبدأت دول العالم كلها تتجه إلى توسيع الدراسة في كليات الطب تحديداً نتيجة لأنه لما مرينا بأزمة نكنش لقيين دكاترة بكلمش على مصر بكلمة عن نموذج العالمي لدرجة أنهم بقوا يعني يستوردوا أطباء من دول تانية إحنا ما زالت هنا كلية الطب في مصر بتاخد اللي هي أعلى أعلى درجات والنتيجة لأنه الأعداد المتوفرة في الكليات قليلة جداً هل في أمل أنه كلية حيوية زي كلية الطب يزداد عدد الطلاب فيها أو الكليات بحيث أنها تلبي حاجة سوق العمل لأن سوق العمل النهاردة بيحتاج بالوقتي مئات الألاف من أطباء الحقيقة ارتبطة بالبرامج وعداد الطلاب بيبقى برتبطة بنسبة كبيرة بيحتاج سوق العمل وحضرتك أصبت موضوع في منتهى الأهمية أنا هتكلم بالأرقام إحنا دلوقتي السنة اللي فاتت عدد الطلبة اللي دخلوا كليات الطب البشري 23 ألف طالب وده عمره ما حصل قبل كده إحنا قريبين جداً من إنه قريب حيوصل العدد لـ 30 ألف طالب مصر دلوقتي بتصدر الطب بقى فيه فعلاً بعد أزمة الكورونا لـ COVID-19 بقى فعلاً احتياج مدزايد لقطاع طبي يعني بنتكلم على الطب البشري على الطمريل على الصيدلة دي كلها الحقيقة بقت منظومة الأزمة اللي حصلت في COVID-19 أثبتت إن إحنا فعلاً محتاجين يبقى في عندنا تزايد في هذا الإطار المناهج اللي بندرسها والبرامج اللي بندرسها بهدف إن الطالب بتاعنا يبقى طالب يشتغل على السوق المحلي والسوق الإقليمي والسوق الدولي علشان كده لما أقول لكم إن دلوقتي بقى فيه عندنا أفرع لجماعات أجنبية لما أتكلم على إن فيه تفرف عدد الكليات اللي أنشئت يمكن أنا قلتها في البداية أن سيادة الرئيس اللي بوجهه لكل الشكر إن في العشر السنين اللي تاتت من 2014 حتى 2024 تضاعف عدد الجماعات بحجم إنفاق أكتر من 185 قريباً 200 مليار جنيه مصر عشان نتخيل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالتعليم طبعاً أهمها محور زي ما حضرتك قلت الطب وإزاي إن إحنا بنستعد لإن يبقى فيه عندنا فعلاً إمكانيات في احتياجات تقدر تلبي احتياجات سوق العمل ابتدينا نشتغل هل أدي أمثلة أخرى على احتياج سوق العمل وإزاي بيأثر على البرامج بتاعتنا وتصميماتنا. دلوقتي بقى الموضوع بيتقسم في البرامج إلى علاقة البرنامج اللي بيتاخد في الجامعة بيزدى على مفهوم جديد في البرامج التعليمية اسمه البرامج البيانية. التخصصات وإزاي إن ما بين التخصصات وبعضها بنعمل جرامج ديناميكية تلبي احتياجات سوق العمل. وهناك العديد من البرامج اللي نشأت نتيجة ان في تخصصات مختلفة بقى. على سبيل المثال الطب لما يخش مع الهندسة في البيوميديكال انجينيرينج. وفي تخصصات كده دلوقتي وعليها اقبال كبير جدا. وفي جامعات اجنبية بقت موجودة معانا علشان ولادنا يوصلوا للمستوى الدولي اللي بنتكلم عليه في احد البرامج التخصصات البيانية. مش كده وبس. بقى إذا مشتغل كمان عشان سوق العمل في حاجة اسمها مش الانتر ديسيبلينري لا ترانس ديسيبلينري كمان. اللي هو برامج وتخصصات عابرة للتخصص. يعني مش بس تكامل بين تخصصات وبعضها. إنما عابرة للتخصصات وبترتبط مع الشركات او الصناعة او كالكوميونيتي. هبقت بتخش معك في تصميم البرنامج واحتياج البرنامج. وفي امثلة كتير على ده. ان دلوقتي بقى المتلقي اللي هيتخرج ويشتغل في سوق العمل محتاج ان هو نصمم له برنامج هو فعلا محتاجه من خلال شركانا في الصناعة. فالانتر ديسيبليناريتي البرامج الجديدة اللي بنتكلم عليها اللي هو الطب دلوقتي بقى احدها وبيخش ازاي مع الهندسة ومع الـ AI ومع الحقيقة في اه توسع كبير في البرامج عشان كده نصحتي لولادنا بقى اللي هم داخلين على الجامعات اتمنى لكل التوفيق. انما نصحتي. ازاي تختار كليتك? ازاي تختار التخصص اللي انت عايز تشتغل عليك? تاني زي ما قلت ما تخليش المجموع هو المحرك الرئيسي لانك تروح المكان اللي انت عايز تبني سبيه. انما بص لسوق العمل ومستقبله. الوظائف اللي كلنا بنتكلم ان فيه وظائف بالملايين حتى انتهي خلال التلات اربع سنين يجايين. وحيظهر غيلها اه وظائف واحتياج اكتر بكتير بملايين برضو ووظائف الارقام طبعا بيرجع بقى لشوف المنتدى الاقتصاد الدولي وعلى كل الدراسات اللي بتتم. وانا عارف ان انتو بسم الله من شاء الله بتشوفوا ايه هي الاحتياجات والبرامج المستقبلية في هذا الغطار. اختار البرنامج اللي هو مقشي مع ده في المستقبل. كمان في حاجة مهمة قوي تاديم نشتغل عليها بجمعاتنا. ان بقى الموضوع انت محتاج علشان تعرف مهاراتك والدرجة اللي معاك والشهادة بتاعتك. ازاي تعمل شفت كارير? ازاي تعمل في التخصص بتاعك من طريق التعلم من مستمر او من خلال البرامج التحولية. يعني انت تقدر اتخركت من كلية ولا ان الكلية دي دلوقتي سوق العمل قد يكون فرص العمالة فيه او التوزيف فيه اقل. انما لو انت خدت شفت كارير والتلتح تاخد مهارة تانية او مهارات تانية تكسبك مصار بديد. تقدر تخش به في سوق العمل وتلطحك به اللي حاصل دلوقتي بوظيفة الحالية او المستقبلية هو ده اللي بنشتغل عليه. علشان كده البرامج البينية البرامج التحولية المصاري التحويني اللي هو بنتكلم عليه بجامعاتنا دلوقتي انا بشجعكم لما تيجي تختار كليتك اختار اللي انت بتحبه. علشان تقدر ان شاء الله تتفوق فيه. وعلى فكرة ادخل ما يعني ادخل اي تخصص انت بتحبه لو اديت واشتغلت عليه واشتغلت على نفسك. انت حتبقى ممتاز في هذا التخصص عن انك تخش التخصص مش بتاعك ومش حبه وتطلع في الاخر يعني مجرد معك شهادة. فالموضوع ده في منتهى الاهمية وبشورك على فتوى الهاية.